ابراز التواطئ الدولي في قيام الكيان الصهيوني ونكبة فلسطين وفضح جرائمه في الاراضي الفلسطينية المحتلة التأكيد على مواقف جزائر الداعمة للشعب الفلسطيني والتجديد على ضرورة لم الشمل العربي والفلسطيني تلك كانت اهم محاور الندوة الدولية المنعقدة بالجزائر المخلدة للذكرى الخامس والسبعين للنكبة الفلسطينية تحت شعار النكبة جريمة مستمرة والعودة حق ان جزائر الشهداء والمجاهدين لم ولن تساوم وتهادن في المحافل الدولية ولو لمرة واحدة في دفاعها للقضية الفلسطينية العادلة وكانت وستظل شعبا وقيادة على قلب رجل واحد مع فلسطين ظالمة او مظلومة فللقضية على ارض الجزائر فضاء اعلاميا صادحا يجلجل بالحق وممثلية دبلوماسية رصينة بصوت الحكمة والبصيرة وحاضنة للاشقاء الفلسطينيين في السراء والذراء احياء ذكرى النكبة في الجزائر لهو مناسبة مناسبة يؤكد فيها الشعب الفلسطيني امام الجزائر وامام كل الامة العربية والاسلامية والعالم اجمع انها مناسبة لنعلن تمسك الشعب الفلسطيني بحقه المقدس في العودة الى دياره الندوة التي بادرت بها الجزائر كانت مناسبة شدد خلالها الوفد الفلسطيني على ضرورة الاسراع في تنفيذ قرارات اعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية في الجزائر شهر اكتوبر الماضي ومن اجل صون اتفاق الجزائر والعمل على تحقيقه ينبغي وقف كل حملات التشويه والتخوين والحملات الاعلامية المغرضة فهي لا تسيء لفصيل بعينه وانما للكل الفلسطيني فتعالوا جميعا الى وحدة وطنية شاملة لتحقيق الانتصار وظلت الجزائر على الدوام فعلا وقولا مع فلسطين ترفض اي شكل من اشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي فالجزائر وفلسطين تاريخ مشترك ماض وحاضر وباذن الله مستقبلا مشاركة رفيعة المستوى شهدتها هذه الندوة الدولية التي اختتمت بإصدار طابع بريدي يمثل المسجد الاقصى والى جانبه المفتاح الرمز الذي يعبر عن تمسك الفلسطينيين بحق العودة الى اراضيهم احياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة يندرج ضمن مساعي الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ويسمع صوت فلسطين الى غاية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف شكرا